بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا هذه تأملات في سورة الجن سورة الجن أيها الأحبة من السور المكية العظيمة التي فيها الكثير من الفوائد والحكم والعبر وتخبرنا ما يدور من حولنا قبل أن نبدأ بموضوع هذه الحلقة أيها الأحبة أود أن أقول لكم إن ما يسمى بالعلم الحديث أو العلم التجريبي قام أصلا على إنكار الله عز وجل فلا تجد كلمة الله في أي بحث ثالمي اذهبوا إلى المجلات العلمية الشهيرة مثل مجلة الطبيعة مجلة العلوم اسم الله ممنوعا يذكر غير موجود أصلا الملائكة غير موجودة إنكار كامل هل رأيتم بحثا علميا يعترف أو يقول باحتمال وجود الملائكة لا يوجد الروح إنكار الروح مع العلم أن أبسط الأشياء التي يجب أن يعتقد فيها الإنسان هي الروح وإلا كيف يعني أنا أمامكم كيف أتحرك وكيف أتكلم وكيف يسير هذا الجسد مليارات الخلايا موجودة تعمل كلها بنظام بديع أيها الأحبة تصوروا الدماغ فيه مئة مليار خلية يعني مئة ألف مليون خلية كلها تعمل مثل كل خلية مثل جهاز كمبيوتر يعني دماغك أيها الإنسان فيه مئة ألف مليون جهاز كمبيوتر في هذا الحيز الضيق وتعمل كلها بكفاءة عالية وبنفس الوقت وتعمل كلها بتوازن طيب يقولون هذا يحدث بالمصادفة رأيتم العلم الحديث يريد أن يعني يوصل رسالة معينة أن كل شيء في الكون بالمصادفة ولا يوجد إله ولا يوجد أي خالق للكون سبحانه وتعالى فلذلك هنا القرآن يعرفنا بالحقيقة يعطينا الحقائق العلمية الصحيحة لأنك من العبث أن تتحدث عن شيء دون أن تعترف بصانعي يعني أنا ألبس هذا اللباس ثم أقول هذا وجدته بالصدفة ليس له صانع هذا الكلام عبث أيها الأحبة إذن إنكار وجود الله إنكار الروح إنكار الرسل يعتبرونها خرافات طيب إنكار الملائكة بالإضافة لشيء مهم إنكار عالم الجن وهو عالم واسع وموجود ويتحدث ويتكاثر كما أنبأنا القرآن وعالم وهو أقدم من الإنسان والجن خلقناه من قبله أي من قبل الإنسان من ماذا؟ من نار السموم إذن الجن خلق من نار فهو يتفوق بإمكانياته على الإنسان حتى إن إبليس عندما آمره الله بالسجود قال أنا خير منه لا يسجد لآدم لأنه خير منه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فكان يعني خلق إبليس من النار جعله متكبرا مغرورا بنفسه يتحدى الإله سبحانه وتعالى ويرفض تنفيذ الأمر الإلهي لذلك استحق أن يعذب بالنار التي خلق منها فسورة الجن أيها الأحبة توضح لنا الحقائق ونحن كمؤمنين يجب أن نعتقد أن عالم الجن موجود انظروا معي هذه السورة كل آية والله أيها الأحبة تشهد على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام طبعا بعض المستهزئين قالوا إن النبي هو من ألف هذه السورة طيب إنسان يؤلف سورة ويقول أنا تواصلت مع الجن تخيلوا فقط أريد أن أرسم أمامكم صورة تخيلية لنفرض شخص كاذب يريد أن يخبرك ويقول لك أنا أتواصل مع عالم الجن اليوم هناك الكثير من الكذابين والكثير من الدجل والشعوذة وتجده يجلس ويقول لك أنا كلمته وأحضر لي كذا وأخبرني بالغيب وعملت كذا هذا هو الذي يريد أن يحدثك عن تواصله مع عالم الجن والقصص كثيرة يعني الآن اذهب إلى أي شخص يدعي أنه على تواصل مع عالم الجن سيقول لك أنا أراهم وأتحدث إليهم وأقول لهم إسحروا فلان أو أخبروني عن مكان كنز أو مال أو كذا أو كذا أو كذا هكذا ويفتخر بذلك طبعا نبينا عليه الصلاة والسلام كل هذا الكلام غير موجود عنده لأنه ليس هو المتحدث هو ناقل للرسالة الإلهية لذلك دققوا معي أيها الأحبة لكي يعني الله عز وجل يعطيك فكرة أن هذا النبي هو رسول هو ينقل الرسالة لا يخترع شيئا من تلقاء نفسه بدأت السورة بكلمة قل يعني قل يا محمد قل معناة الكلام لله إذن النبي ليس له علاقة بما حدث وما يحدث بين الجن ثم بعد قل كلمة أوحية قل أوحية إلي إذن النبي يريد أن يقول لنا إنه لم يتواصل مع عالم الجن ولم ينظر إليهم ولم يتحدث معهم مباشرة بل كان بل كان خبرا عن طريق الوحي يعني لولا أن جبريل عليه السلام أخبره بذلك هو لا يعلم صلى الله عليه وسلم إذن أراد أن يوصل لنا رسالة أن النبي لا يعلم الغيب طيب باللعي عليكم رجل يريد أن يكذب ويؤلف ويبهر حوله مع العالم أن النبي يبعث في عصر في عصر الجاهلية يعني من الناس من السهل في ذلك الوقت أن تضحك على عقول الناس من السهل جدا أن تقول لهم أنا لدي جن ولدي كذا ويهددهم ويخوفهم ولكن هذا لم يحدث قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا هناك نفر قد يكون سبعة قد يكون عشرة قد يكون ألف لا ندري نفر والقرآن هنا دائما لا يأخذنا للتفاصيل غير المهمة هو يريد أن يركز انتباهك أن عالم الجن موجود أن النبي لا يعلم الغيب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك أي واحد اليوم يقول لك أنا أعلم الغيب لا تصدقه يقول لك أنا أتكلم مع الجن فلان جن يهود جن هند جن كذا وأتواصل لا تصدقه لو كان هذا الأمر بإمكان البشر يعني أن يعلم الغيب لك أن نبي عليه الصلاة والسلام هو أحق الناس بهذا الأمر قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا ماذا قالوا هؤلاء الجن جاءوا طبعا في التفاسير اسم القبيلة وكذا تفاصيل القرآن لم يذكرها لأنها غير مهمة أنا لا يهمني كم عددهم وأطوالهم وأعمارهم وأسماؤهم وقبيلتهم هذا لا يهمني أنا الذي يهمني أن عالم الجن موجود وعالم الجن يستمع لنا يعني أنا الآن أتحدث معكم هناك من الجن من يستمع لي ولك أيضا لأن القرآن يقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا عبارة قرآنا عجبا لم يقولوا عجيبا يعني هذا من أوجه البلاغة العالية جدا أن تستخدم هذا هذه التركيبة قرآنا عجبا كأن العجب كله موجود في هذا القرآن فإذن لديهم عقول ولديهم تأمل ولديهم تفكر ليسوا كائنات غبية مداموا فهموا القرآن وعلموا أنه قرآنا عجبا إذن هؤلاء الجن أعقل من المشركين والكفار الذين كذبوا النبي ولم يستوعبوا القرآن ولم يفهموا القرآن وأعقل من اليهود الذين قالوا قلوبنا غلف رأيتم أيها الأحبة إذن الجن عالم ذكي ولديه عقل ولديه محاكمات عقلية وتفكير ويفهم اللغة العربية ويفهم البلاغة أيضا لذلك قال قرآنا عجبا اليوم اليوم أيها الأحبة تجد بعض المشككين على الإنترنت يقولون لك القرآن ركيك لغويا القرآن ليس فيه بلاغة القرآن فيه أخطاء لغوية طيب بالله عليكم أنا يعني لنعتبر أنني لا أفهم شيئا باللغة العربية ولكن لديه عقل أستخدمه أئمة كبار أئمة اللغة والبلاغة عبر التاريخ الإسلامي عبر 1400 سنة مثل الإمام الكسائي إمام أهل الكوفة في النغة يعني لم يكتشف هذه الأخطاء وهو كان أحد القراء السبعة للقرآن والأصمعي وسيباوي وهؤلاء العمالقة طيب كل هؤلاء لم يكتشفوا أخطاء القرآن هذه أو الطيب المتنبي وهؤلاء الشعراء الذين أبهروا العالم ببلاغتهم ولا واحد منهم انتبه أن القرآن ركيك مثلا يأتي شخص بعد 1400 سنة يقول إن القرآن فيه أخطاء لغوية لذلك يعني وللأسف تجد أن كثير من الناس يتبع هؤلاء ويصدقونهم بدون أن يستخدموا عقولهم لذلك أنت أخي الحبيب إذا أردت أن تقتنع بكلام الملحدين أول شيء يجب أن تلغي عقلك تلغي عقلك ستكون مسرورا معهم أما إذا شغلت عقلك لن تقتنع يعني عندما يقولون لك إن الكون كله يعمل بالمصادفة والإنسان دماغ الإنسان والكائنات وهذا الإبداع كله بالمصادفة طيب أين العقل؟ مهم أيها الأحبة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد يهدي إلى الرشد أدركوا من خلال استماعهم لآيات القرآن أن هذا القرآن يهدي إلى الرشد طيب اليوم نحن من خلال أبحاث ودراسات لإعجاز العلم في القرآن الكريم وجدنا شيء عجيب أن كل أوامر القرآن تهديك للخير وللسلامة والسعادة والصحة الجيدة والطمأنينة وكل النواهي التي نهى عنها القرآن أي الأشياء التي أمرك أن تبتعد عنها مثل الخمر والزنا وكذا كلها لابد أن تسبب الشر والأمراض والاكتئاب والأمراض النفسية والأمراض المنقولة جنسيا إلى آخرين إذن هذا القرآن يهدي إلى الرشد إلى الحياة الرشيدة الهادئة المطمئنة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إذن هؤلاء الجن كانوا أعقل بكثير من البشر إذن عالم الجن فيه نفر أو فيه يعني جن مؤمن وإيمانه قد يتفوق على إيمان البشر لأنهم من المرة الأولى سمعوا اقتنعوا يعني آمنوا بالله سبحانه وتعالى فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا هنا أنا أود أن أقول يعني لمحة بسيطة في تدبر هذه الآية قل أوحي إلي أنه استمع استمع لم يقل سمع استمع نفر من الجن فقالوا إن استمعنا لا قالوا إن سمعنا طيب هنا تغير الفعل من استمع إلى سمع طيب هذا يضعوني للتفكير لماذا يعني قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا يعني مرة استمع ومرة سمع لماذا في المرة الأولى استمع وفي المرة الثانية سمع سأقول لكم أيها الأحبة الآن لو كان هناك شخص يتحدث باللغة الصينية مثلا وهو يتكلم كلنا نستمع له صح؟ إذن قضية الاستماع هنا لا تعني الفهم أنت قد تستمع لا تفهم شيئاً العلماء استمعوا إلى ذبذبات تصدر من النمل ذبذبات صوتية تم قياسها بأجهزة قياس دقيقة مكبرات دقيقة جداً واستخدموا يعني أجهزة لقياس هذه أو لتسجيل هذه الذبذبات الصوتية ترددات صوتية دقيقة ولكن هم استمعوا ولكن لم يفهموا إذا لم يسمعوا لاحظتم أيها الأحبة لذلك في القرآن يقول لك وقالوا سمعنا وأطعنا إذن سمعنا يعني بعد أن استمعنا فهمنا كلام الله ووعينا هذا الكلام واقتنعنا به لذلك أطعنا سمعنا وأطعنا بينما اليهود قالوا سمعنا وعصينا أي أنهم فهموا الكلام بالفعل وعصوا وهذا إصرار منهم إصرار على أنه فهم الأمر وعلى رغم من ذلك عصى وهذا جريمة أكبر بكثير ممن استمع ولم يفهم يعني أنت قد تستمع لشخص مجرم يتحدث باللغة الصينية مثلا يتحدث عن جريمة ولكن أنت لم تفهم شيئا فليس لا يوجد عندك رد فعل تجاه هذا الاستماع أما عندما تقول سمعت فلانا معنى ذلك أنك فهمت لذلك لو درست القرآن نجد أن القرآن كله بهذا الشكل فمثلا في آية عظيمة وإذا قرأ القرآن لم يقل فاسمعوا له لأنه لو قال فاسمعوا إذن الجميع سيفهم وسيستوعب ويطيع لا قال فاستمعوا استمعوا فاستمعوا له وأنصتوا الإنصاط مرحلة أعلى من الاستماع الاستماع أنك أنت دخلت هذه الترددات الصوتية إلى أذنك مثل أنا الآن أسمع إلى تغريد هذه العصافير ولكن لا أفهم شيئا ماذا تقول لا أفهم إذن أنا أستمع لا يجوز أن أقول سمعت تمام أيها الأحبة فالإعجاز هنا في هذه الآية أن الجن في البداية قالوا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن استمع كلمة استمع أي أن هذا النفر لا زال يأخذ المعلومات والترددات الصوتية ويعالجها هو لم يقتنع بعد تماما مثل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ليس كل الناس كل من يستمع للقرآن يؤمن به يعني هناك ملحد يستمع للقرآن بالفعل هو لا يستمع وينصد ويتأمل ولكن لا يقتنع ولا يفهم إذن هذا لم يسمع تمام أيها الأحبة فإذن استمع نفر من الجن يعني بدأوا يستمعون فعندما اقتنعوا قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فهنا الفرق بين سمع واستمع سمع أي أنه استمع أولا يعني الاستماع هو مرحلة من مراحل السمع أنه سمع أنصط فكر وحلل فهم هذا الكلام قد يقتنع أو لا يقتنع ليس هناك مشكلة يعني هناك ملحد مكابر يقول لك لا يوجد إله وهو في داخله يعتقد بوجود الإله هذا يعتبر سمع يعتبر سمع ولكنه لم يؤمن إبليس سمع كلام الله سمع بمعنى فهم الأمر الإلهي ولكنه رفضه تماما مثل سمعنا وعصينا إذن هذه دقة عجيبة على مستوى الحرف في القرآن الكريم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا أيها الأحبة سأقف عند هذا الحد استكمل معكم إن شاء الله روائع سورة الجن في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته